الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير البغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأببك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وأزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني لذوت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا قريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله ورحمه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتهون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا وذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لن يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن علينا وإلينا يرجعون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة